تحاليل إنزيمات كبد غالب ما تسمع في المستشفيات بالتحاليل الوظائف الكبد أو تحاليل الكبد وبالأخص تحاليل إنزيمات كبد فما هذه الإنزيمات؟ أولاً الإنزيم والذي يسمى بالإنجليز بالإنزيم هو مركب روتيني وضيفته تسريع تفاعلات كيميائية بملايين مرات إذ يشترك في تفاعلات تحرير طاقة أو تكوين أو بناء مركبات كذلك ناقل جزائيات من مركب إلى آخر فإنزيمات كبد هي الإنزيمات الموجودة داخل خلايا المكونة للكبد باستثناء آخر إنزيم والذي هو ALP والذي موجود داخل أقنية الصفراوي للكبد هذه الإنزيمات والتي هي أولاً AST والذي يختصر أو هو مختصر للأسبرتات أمينة ترانسفريز وكان يسمى سابقاً بالGOT والذي هو glutamic oxaloacetic transaminase والإنزيم الآخر الذي هو ALT الذي مختصر إلى الألانين أمينة ترانسفريز وكذلك كان يسمى سابقاً بالGPT والذي هو glutamic pyrovic transaminase ولدينا كذلك GGT الذي هو gamma glutamyl transferase وأخيراً الALP الذي هو alkaline phosphatase وهذا الإنزيم الأخير يوجد في الأقنية الصفراوية كذلك يوجد في الأعظام كذلك هذه الإنزيمات قد يكون الكبد هو مكانها فقط ولكن أنت وجدت بصورة كبيرة أي من 70 إلى 90% في الكبد فذلك زيادتها أو نقصانها قد يشير إلى صورة كبيرة لأنها كسبب أو مشكلة في الكبد عند حدوث الالتهاب في الكبد أو في القناة الصفراوية قد تدهم الخلايا وتخرج هذه الإنزيمات في المجرى الدم فعند عمل تحييي الدم وقياس نسبتها وملاحظة نسبتها كبيرة في الدم أو زيادة مفاجئة في الدم أي أن نسبتها خارج الحد الطبيعي فهذا قد يشير إلى هناك مشكلة أو التهاب في الكبد أو في القناة الصفراوية تزداد هذه الإنزيمات في حالة اكتهاب الكبد الفيروسي أو تشمع الكبد كذلك عند حدوث انسداد في القناة الصفراوية أو وجود حصوة في المرارة بعد كلها تؤدي إلى ازداد أحد أو بعض هذه الإنزيمات تبعا للحالة طريقة قياس نسبت هذه الإنزيمات مختبريا هي تتم بصورة غير مباشرة إذ عن طريق تفاعلها وليس تركيزها وهذا التفاعل يؤدي إلى نتاج مادة أخرى هذا النتاج أو المادة الأخرى يتناسب طيديا مع تركيز أو وفرة الإنزيم يتم القياس مختبريا وسط إضافة مادة هذه المادة تفاعل من الإنزيم وكل مادة خاصة بإنزيم معين فعند تفاعلها من الإنزيم تعطي مركب هذا المركب نضيف له محلول آخر ليعطينا مركب لوني هذا المركب اللوني يتم قياس انتصاصيته عن طريق جاز المطياف أو الاسبكتر وفورتومتر في المقابل هناك نوعين لقياس التفاعل فأما قياس بداية التفاعل أو كمية المادة المستهلكة أو قياس نهاية التفاعل أو قياس كمية المادة الناتجة وهذا ما يسمى بـ End Points أي تفاعل واحد أو طيقة القراءة الواحدة قد يكون هناك طراءة أخرى قياس إنزيمات كما في الكرياتين تأخذ نقطة بداية قريبة على بداية التفاعل وتأخذ القراءة وبعد ذلك تأخذ قراءة ثانية قبل نهاية التفاعل أخذ قراءة ثانية فعن طريق طرح أو الفرق بين القراءتين يعطي تركيز لمادة الناتجة أو المستهلكة وبصرغة مباشرة يعطينا تركيز الإنزيم أو وفورتهم